اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد استمراراً لهذه الختمة القرآنية والمسيرة الرمضانية المباركة نشرع معكم في قراءة الجزء المخصص لهذا اليوم وهو الجزء الثامن عشر ونتعرف معكم على بعض مقاصد هذا الجزء البداية في صفحة 342 قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون الله تبارك وتعالى يشهد للمؤمنين بالفلاح ويبين لنا بعض صفات المؤمنين وكل إنسان الآن له أن يقارن بينما يقرأ وبينما يعلم من نفسه عليكم أنفسكم إحنا الأمر الأول الإنسان يكون يبدأ بنفسه إذن هؤلاء المفلحين هؤلاء المنجحين الذين شهد الله سبحانه وتعالى لهم بالفلاح والنجاح لهم امتيازات هذه الامتيازات مرة متعلقة بالجوانب العبادية والعبادية المتعلقة بالبدن لذلك قال الذين هم في صلاتهم خاشعون يعني أنت في التوجه محتاج ماذا؟ محتاج خشوع شاهد بعض الناس تشلون يصلون كنقر الدك الصلاة بحاجة إلى خشوع هذه وحدة الصفة الثانية لهم ماذا؟ أنهم مأمونون هؤلاء المؤمنون هناك أمان من جهتهم من الجوانب الاجتماعية لذلك والذين هم عن اللغو معرضون هذه الأمور التي أشغل الناس أنفسهم بها المؤمن بعيد عنها لذلك في وصفهم أن الناس منهم في راحة هو وي بين نفسه في تعب في جهد يتحمل يصبر يعمل لكن الناس منهم في راحة بعد لم يكتفي عند هذا القدر الاختبار الثالث والذين هم للزكاة فاعلون أنت شايف عندنا بعض الناس خوش آدم من القضية العبادية متعلقة بالجوارح مثلا صومة صلاتة قراتة للقرآن ما عنده مشكلة لكن بعض الأمور العبادية الأخرى المتعلقة بالجوانب المادية متأخر لذلك عنده مشكلة مثلا بالخمس عنده مشكلة مثلا بالزكاة عنده مشكلة مثلا بالحج إهناء الإسلام يبين أنه هناك ضوابط قيمية متكاملة عندنا في الإسلام فمن آمن فعليه أن يؤمن بجميع هذه المنظومة أقرأ أيضا معكم في الصفحة التي بعدها الآية 27 وما بعدها في قضية نوح عليه السلام ويسمى بأبا البشرية أيضا الثاني كان هناك أيضا فتنة كبيرة واختبار عسير آنذاك والله سبحانه وتعالى حينما أمر نبيه بصناعة الفلك وهي السفينة فأوحينا إليه الآية 27 أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا ماذا صنع الناس الناس كانوا يستهزئون نوح عليه السلام بدأ وشرع في بناء السفينة وقال لهم الطوفان قادم لا محالة هذا من الله الناس أخذوا يستهزئون بنوح عليه السلام فلما حلت الساعة لم ينجو منهم إلا من دخل إلى سفينة نوح اليوم نحن أيضا هناك دعو لسفينة نوح الطوفان قادم والطوفان هو طوفان الضلالة والحيرة والنذام وليست هناك سفينة للنجاة إلا سفينة واحدة وهي سفينة محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد فمن ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى وأنتم إن شاء الله في ركب هذه السفينة في سفينة محمد وآل محمد أقرأ معكم أيضا في صفحة 348 الآيات 99 وما بعد ذلك لو تلاحظون هذا الخطاب القرآني الذي ينبئ بكثير من الحسرة والنذام ولكن في أي ساعة في ساعة ولاة حينما بعد ما كُر أجعل لذلك يا الله يذكرنا الآن ونحن في معرض الابتلاء إجال الموت راح ماذا سأل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون وينك بعض رجع لعلي لماذا لعلي أعمل صالحا فيما تركت هنا الجاب الإلهي كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون أنت الله انطعك فرصتك أخذت فرصتك هل ساعة عشر سنوات عشرين سنة خمسين سنة مئة سنة ما لعلاقة بطول المدة بعض الاختبارات ساعة واحدة وبعض الاختبارات مئة سنة المدة غير مهمة هذا مو قياس عذنة القياس أنه أنت إلي قدرة تنجح أو ما لقدرة تنجح شايف بعض المؤمنين اختبار ساعة واحدة نجحوا في الاختبار كما في أصحاب الحسين عند أصحاب الحسين صلوات الله وسلام عليهم وبعدهم عاش مئات السنوات والله أعطاك كل شيء فرعون في بعض الروايات عندنا أنه عاش أربعمائة وخمسين عام الله أعطاه الملك أعطاه الجاه أعطاه الصحة أعطاه الوجاه كل شيء كان عنده لكنه لم يتوفق إلى ماذا إلى أن يكون من عبيد الله سبحانه وتعالى فإذن القضية لا تعلق أنت تقول أنا خلي أصير عندي أو تقول أنا خلي أصير أبو فلان لا ما لا علاقة أنت بأي وضع أنت بأي ساعة الآن أنت لحظة اختبارك لا تنتظر اليوم لا تنتظر الساعة في أي وضع في أي ساعة في أي حالة أنت أمام اختبار لأنه من تجي ساعة الساعة الله يبين كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون بعد ما كون رجعة لا تقول خلي الله ينطيني حتى أنا حتى أنا أكون خوش آدم أتصدق لا كل بقدرهم حتى إذا كل شيء ما عندك عندك كلمة طيبة عندك إيذك هذه إيذك اللي الله أنطاكم سهع على رأس الفقير هذه كبيرة عند الله سبحانه وتعالى فكل شيء الآن بين يديك من النعم أنت مسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى أقرأ أيضا معكم في صفحة ثمية واحد وخمسين آية عظيمة وجليلة القدر قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم هذه قضية عامة وليست خاصة الكل معني بهذا الأمر وأنا أروج من خلال هذه الآية لثقافة الحفظ وكذلك ثقافة الساتر وأدعو أيضا جميع المؤمنين وخاصة المتصدين لأن نكون جزء من هذا المثل وهذه القيم الإسلامية في المحافظة على هذا اللون الإسلامي على هذه الثقافة الإسلامية وهي دعوة أيضا لكل المتصدين خاصة المسلطين على الشاشات وإنتاج القنوات والفضائيات لا تتصور فقط هذا الممثل الذي يؤدي دور الفساد هو مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى المنتج المخرج صاحب الفضائية صاحب القلم كل من شارك في شيوع الفساد هو داخل ضمن هذه الآية المباركة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا كلهم داخلين بل أكثر من ذلك حتى المشاهد الذي يكون جزء من نجاح هكذا برامج فاسدة في المجتمع لذلك الكل مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى والكل يتحمل جزء من هذه المسؤولية أقرأ أيضا معكم 355 الآية رقم 37 قوله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إحنا محتاجين توازن أو ما محتاجين النص القرآني ينبع أنه كما تسعون أنتم لهذه الدنيا اسعوا للآخرة هستدقل لتجارة أقول للتجارة ما محرمة عندنا بالإسلام بل مستحبة والتاجر يدخل بماله إلى الجنة صاحب المال يدخل بماله إلى الجنة وهناك فرص كثيرة لهكذا لهكذا فسحة لذلك نقول أنه الخير كل الخير في أن توازن أنت بين مشروع الدنيا وبين مشروع الآخرة لا نعطل هذه ولا نعطل للأخرى ولكن النجاح أن تبدأ أنت من مسيرة هذه الدنيا إلى الآخرة اليوم إحنا عدنا كثير من المظاهر التي بحاجة إلى إعادة نظر في هذا المجتمع لماذا؟ لأننا نعيش لحظات الغفلة خاصة اليوم فيما يتعلق بالمناسبات العامة الكثير من الناس أشغلهم الدنيا عن الآخرة ومن ذلك أيضا ما يقام عندنا الآن من مراسيم التخرج عندنا في الجامعات وهذه المراسيم التي بدت لها صورة جديدة لا تليق بالواقع الإسلامي فهذا يحتاج كثير من التأمل ويحتاج كثير من المواقف الجادة خاصة للمتصدين أختم معكم أيضا في الصفحة التي بعدها أو التي بعدها في صفحة 359 في بداية سورة الفرقان ونحن في هذه الليالي المباركة مقبلين على الليالي القادر وليلة نزول الفرقان نزول القرآن يقول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا أنا فقط أتحدث ضمن هذا الجو بمسألة واحدة والخطاب لنا جميعا حتى نعرف قيمة القرآن القرآن نزل على محمد اللهم صلي على محمد وآل محمد فكان أفضل خلق الله تبارك وتعالى ونزلت في ليلة فكانت أفضل الليالي ونزل القرآن نزل في شهر رمضان فكان شهر رمضان أفضل الشهور عند الله سبحان وتعالى ونزل القرآن على الأمة الإسلامية فكانت هذه الأمة هي أفضل الأمم عند الله سبحان وتعالى فكيف بالقرآن إذا نزل على قلبك فتكون أنت إن شاء الله في تمام الخير وتمام القرب إلى الله سبحان وتعالى نسأل الله سبحان وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل قربه إنه سميع المجيب الدعاء قراءة هذا الجزء المخصص لهذا اليوم والبداية مع القارئ عادل الكربلاء بذكر الصلاة على محمد وآل محمد أفضل أفضل أعمال الصلاة على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بالحق أنزلتك وبالحق نزال اللهم عظم رغبتي فيه واجعله نورا لبصري وشفاء لصدري وذغاب لهم وحزني اللهم زين بك لساني وجم بك واجغي وارزقني حق تلاوتك على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار وحشرني مع النبي محمد وآل الأخيار الأبرار الصلوات الجزء الثامن عشر الصفحة 342 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين قم في صلاتهم خاشعون والذينكم عن اللغو معرضون والذينكم للزكاة فاعلون والذينكم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنكم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوسهم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتكون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتْتُمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كنوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا متر فيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيهم بلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن آباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أخذهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن تقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم ومن مخالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل ربه فر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤوا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمة وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم في عذافيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رءوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرعون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستاذنوا وتسلموا على أهلها حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوا حتى يؤذن لكم فلا تدخلوا حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم رجعوا فارجعوا وأزكى لكم والله بما تعملون عليهم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يغلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها وينزل من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا بلغ الأطفال منكم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأأذم لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لو لا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات ترجمة نانسي قنقر